اشتركوا في القناة وخصوصا في الصيف وفي الشتاء في الفاصلين فيهم مشاكل خلينا الأول قبل أن نتكلم عن مشاكل البشرة والشعر كلمين عن نفسك ليه اخترت مجال التجميل والله هو الموضوع في الأول كان هواية وبعد كده طبعا يعني خدت فترة كده مع صحابي والمعارف وكده وبعدين حبيت المجال فدرست أخدت كورسات كتير جدا حتى كان أحيانا أخد في نفس المجال في أكتر من مكان عشان أقدر ياخد يعني خبرات من كل الأماكن إزاي أتعامل مع البشرة إزاي سواء شعر بشرة بير من أنت ميكب أيا كان لازم يعني تبقي مهالة قبل ما تشتغلي أي حاجة أنت قلت لي أن أنت قعدت فترة طويلة جدا ومرضتيش فعلا تأسسي مكان خاص بك غيرا ما تكون شهاداتك كلها معتمدة لازم أنا قعدت أربع سنين أشتغل الأول بروتين واشتغلت بشرة واشتغلت ميكب واشتغلت فترة كبيرة جدا والحمد لله في قد قصير قدرت أفتح المركز الخاص بي وموجودة كمان ريفيوهات الناس الحمد لله بتشجعنا وفي وقت قصير عرفنا نعمل اسمه وعرفنا نعمل يعني مبسوط من النتائج جدا بالتوفيق دايما طيب خلينا بقى نتكلم عن المشاكل قبل ما نتكلم عن المشاكل كلمين عن أنواع البشرة عشان نقدر نحدد المشكلة لازم نعرف أصلا نوع البشرة الأول بالضبط أنا لو عارف نوع بشرتي هقدر أتعامل صح هقدر أستخدم الكزماتيكس الخاصة ببشرتي في أنواع كتير للبشرة مبدئيا في البشرة الدهنية في البشرة الحساسة في البشرة الجفة في البشرة المختلطة البشرة الدهنية بنقدر نعرفها على طول لأنه هي بتبقى بشرة فيها لمعة بينة جدا المسام بتاعتها واسعة فيها بتفرز دهون كتير جدا ففيه حبوب طول الوقت طبعا أكتر أزيال البشرة دي بتبقى في الصيف في بعد كده البشرة الجفة بتبقى شوية فيها أشور مشدودة مشاكلها كلها برضو في الشتاء وبنحتاج من الشرق ماء كتير جدا في البشرة الحساسة ودي بتبقى من أقل حاجة طبعا بيحصل التهاب أو حمرار في الشمس بتبذل مجهود أي حاجة بيبان على البشرة ريأكشن سريع جدا جدا في البشرة المختلطة ودي بتبقى بشرة دهنية في التيزون منطقة التيزون الآن فوق جابها؟ أه التيزون ما تخسل بشرتها كويس جدا بمية وملح وتستنى شوية وبعدين ممكن تحطها في منديل وتشوف لو في بقعة زيتية أو حاجة فدي بتبقى بشرة دهنية لو ما ظهرش أي علامات أو أي بقعة دهنية بقى دي بشرة عادية وبرضو لو ما عرفتش تلجأ لحد متخصص وهو بيعرفها نوع بشرتها إيه أفضل بشرة بقى لحد مثلا ما هو يبقى بشرته؟ كده يقولي الحمد لله أنا في نعمة بصي كل بشرة ليها سلبيتها وليها إيجابيتها يعني مثلا البشرة الدهنية على قد مشاكلها دي كلها إلا إن هي دايما ما بيظهرش عليها علامات تجعيد أو تقدم سن البشرة الجفة ما بتعنيش أبدا مثلا من حبوب الشباب من أثار الحبوب من المشاكل اللي بتقابلها البشرة الدهنية فكل بشرة يعني زي ما فيها حاجات حالة وفيها حاجات وحشة جدا طبعا إحنا كده بقى عرفنا أنواع البشرة ندخل في المرحلة الثانية اللي إحنا إزاي نهتم ببشرتنا فيه روتين يومي لازم نمشي عليه روتين أسبوعي عشان نحافظ على بشرتنا أكيد طبعا أولا إحنا كلنا بنحمل شرب المية ودي أهم حاجة للبشرة ثانيا لازم يبقى الكوزماتيكس اللي بنستخدمها ماتيريال نظيفة وبالزيت اللي بتتحط مباشرة على البشرة لازم يبقى عندي ريموفر كويس أمسح المكياج ما نمشي بالمكياج بتاعي يبقى فيه مصك مثلا أو يوم أنا بريح بشرتي تماما ما بحطش عليها أي حاجة مثلا ما ينفعش أستخدم مصك أنا بشرتي دهنية وأستخدم مصك خاص ببشرة جف فهو هيئزيني مش هينفعني فبرده نرجع ونقول لازم نعرف نوع بشرتنا عشان نعرف نتعامل معها يعني بالنسبة من مصكات أو كريمات لازم بتكون معينة البشرة طبعا البشرة الجفة البشرة العادية المحتلة بالزبط يعني البشرة الجفة مثلا لو استخدمت طعمي مغربي وهو حلو جدا جدا يقشر معيها أكتر ويدي لبشرتها جفاف أكتر فإحنا لازم نستخدم نعرف إحنا نستخدم إيه نستخدم إمتى إزاي يبقى أنت بتسألي حد متخصص وبعد كده خلاص بقى لازم يعني ما ينفعش حد ينبل المكياش بتاعه ما ينفعش أطلع في الشمس كل يوم وأنا مش حط أي سنبلوك لازم أبقى في حاجات كده أساسيات بعملها كل يوم علشان يعني ما أزيش بشرتي ده بالنسبة لو الروتين اليومي جينا الروتين الأسبوعي بالنسبة لتنظيف البشرة عندنا كذا مراحل أو كذا حاجة مخصصة لتنظيف البشرة أول حاجة معنا إيه أولا إحنا لازم يبقى فيه تنظيف أسبوعي ممكن يبقى تنظيف بالبخار اللي هو أنا باستخدم بخار سواء في البيت أو في مكان متخصص والمسكات الخاصة ببشرة دي ده تنظيف أسبوعي أساسي آه ده أساسي فيه بقى جلسات المطيج اللي هي الجلسات التنظيف العميك ودي بتبقى كويسة جدا لو تعملت كل شهر بتبقى مراحل كتير ويعني بتخلصك من مشاكل قبل ما تبدأ قولنا مراحلها كده بتكون عبارة عن إيه جلسة النطويج أو التنظيف العميك للبشرة بتبقى بخار في الأول وبعد كده بنبدأ نغسل البشرة كويس جدا بالغسول الخاص بيها وبعدين بنستخدم السكرابات الخاصة ببشرتك برضو بعد كده فيه مرحلة شفط دهون الدهون اللي بتبقى المفروض لو أنت بشرتك دهنية مثلا بتعملي أكتر من تنظيف خلال الشهر لأنه إفروز الخلايا الدهنية بيبقى عالي جدا فبقى المسامة قفولة فبتطلع الحبوب وتبوز شكلنا خالص فأنا لازم أعمل تنظيف البشرة وبالذات اللي بيبقى فيه مرحلة شفط الدهون دي بتخلصك من مشاكل أنت في غنى عنها بعد مرحلة شفط الدهون بيجي الألتراسونيك أو شدة التجعيد وده طبعا برضو في جهاز النطويج هل ده ممكن بنات زقفة سن العشرينات تعمله؟ أو طبعا يعني الوقاية خير من العلاج يعني أنا لو استخدمته بدري أفضل من أن يستنى لما يبقى فيه تجعيد وبعدين استخدمه أو ألجأ للنطويج يعني هو مفيدة عشان فيه ناس ممكن تقولك هي لسه بنوتة صغيرة لا أبدا إحنا بنستخدمها عادي من سن العشرين لأنه أنا كل ما استخدمتها بدري كل ما كان أفضل وكل ما نتائج كانت أفضل بعد الألتراسونيك طبعا بنبدأ مرحلة المسكات الخاصة بكل بشرة وبعد كده مرحلة التغذية فيه مثلا بنستخدم كولوجين بنستخدم فيتامينز بنستخدم ماتيريال تبقى برضو كويسة تغزي البشرة وبعد كده بقى شغل الليزر بنقفل المسام بالليزر بنقضي على أي بكتيريا موجودة مثلا من الحبوب أو من أثار أي حاجة وبس طبعا فيه تفاصيل كتير أويسة بالنسبة لجلسة النطواش ممكن مرة كل شهر كل شهر بس لو هي بشرتها دهنية أو عندها مشاكل أكبر يفضل مرتين في الشهر كل أسبوعين فيه تقنية جديدة وظهرت يمكن فيه ناس كتير جدا ما تعرفش برضو عنها تقنية الفيشل لد جهاز الفيشل لد هو جهاز قناعه واسيف جدا وآمن جدا بيبقى بتعتمد على برضو أشيعة الألتراسونيك بيبقى الجهاز ده عبارة عن كازالون المتخصصة طبعا أو المركز اللي بتروحيه بيبقوا فاهمين بيتعاملوا إزاي مع الجهاز في حد بيبقى عنده مسام واسعة مش عارف يتعالج معها إزاي دي ما لهاش دعوة خالص بالنطياج دي شغلها كله بيبقى بالفيشل لد أو بالدرم رولر يعني ممكن نتكلم عنها بعد كده مسام واسعة هالات ندبات تصبغات كل الحاجات دي الفيشل لد بيعالجها ممكن جاء بجلسة كل قدقية يعني كل أسبوع على حسب الحالة لو في يعني مشكلة واضحة أو كبيرة بيبقى كل أسبوع بنعمل جلسة ممكن المشكلة تتحل في خلال قدقية يعني مثلا تاخد كم كالسة هو الأفكت بتاع الجلسات بيبن من ثاني جلسة أو ثالث جلسة أقصى عدد ما هو من ثلاثة لست جلسات أقصى عدد ست جلسات وبيبقى الفرق واضح جدا جدا يعني جينا بقى الآخر حاجة في العناب البشرة الدرمة الدرمة اللي انتشرت وفي ناس كتير بتتكلم عنها وفي ناس بدأت تقربها كلمين عن الدرمة شوية إيه فوايدها هو الدرمة هو جهاز عبارة عن زي شوكة فيها سنون كده بتبقى طبعا بمقاسات كتير اللي مسموح بيها أو اللي الناس بتجيبه بتشتغل بيه في البيت أو موجود على الانترنت أو كده بيبقى خمسة ملي ده اللي مسموح أنه يعني استعمال شخصي خمسة ملي آه بعد كده طبعا فيه مقاسات كل مكان ليه مقاس وكل يعني مختلف الهدف من الجلسة بيختلف برضو المقاس بتاع الدرمة رولر الدرمة رولر ما هي إلا يعني بتعمل بتعمل على البشرة مايكرو تشانل بنمرر من خلالها التريتمينت أو العلاج اللي البشرة محتاجة لكن لوحدها طبعا ما بتجيبش نتيجة آه أنا فهمت منك دلوقتي أن مثلا كل مشكلة أنت بتستعمل يا حجم الدرمة على حسب المشكلة اللي في البشرة بالضبط تمام يعني هل برضو البنات لأن البنات بقيت تجيبها كتير في البيت آه الأساسي أن احنا أي حد يستعملها في البيت مش من خلال متخصص سيجيب خمسة ملي فقط الخمسة ملي هي حلوة جدا للنظارة حلوة جدا وبتبين يعني لو بتستخدمي معها كولوجين أو أي مادة يعني كنظارة بتبقى حلوة ونتائجها بتبقى حلوة وصيف برضو أمنة جدا لكن الأعلى من كده المقاسات الأعلى من النص لازم متخصصة تمام بالنسبة هل بقيت درما بين انت قلت لي فيه فرق اختلاف ما بينهم ايه الاختلاف ما بينهم بصي هو يعني أنا بفضل للدرما بين أفضل من الدرما رولر لأنه فيه ميزة في الدرما بين ان القنوات اللي بتعملها بتبقى ستريت أو بشكل رأسي على عكس الدرما رولر بتبقى القنوات اللي بتعملها في البشرة بشكل استواني فبتخف أبطأ من الدرما بين والألم كمان في الدرما بين أقلب كتير من ألم الدرما رولر النتائج أسرع يعني هي نفس التقنية بس يعني مطورة شوي تمام هل متاح برضو حد يستخدمها منزلي ولا لازم من طريق متخصصة أنا أفضل للدرما بين يبقى متخصصة أو مركز متخصص أما الدرما رولر عادي يعني ممكن أي حد يستعملها بس زي ما قلنا بالمقاس المخصص للاستعمال الشخص تمام خلينا بقى نتكلم على تاني جزئية وهو الشعر لأنه زي ما احنا عارفين الشعر هو تاج المرأة أكيد طيب كلمين احنا فيه زي ما لازم نعرفنا وبشرتنا يعني الشعر يا إما جاف يا إما دهني بيبقى بين قوي الشعر الزيتي أو اللي فيه لمعة واضحة اللي بيعمل أشرب استمرار ده بيبقى شعر دهني الشعر الجاف برضو بيبقى شكله واضح جدا وبين إن الشعر جفة ويعني أي مادة تحطيها عليها بتشربها بسرعة جدا عموما الشعر أي أن كان نوعه لازم نبقى بنستخدم مثلا روتين أو بنستخدم مادة سواء سيروم كريم زيت أي أن كان يعني بمواصبة عليها بتلاقي شعرك تمام وشكله حتى صحي لإنه الشعر بيعكس صحة أي جسم طيب خلينا نشوف الثور الخاصة بالشعر الجلسة دي كانت جلسة إيه؟ دي كانت جلسة كولاجين أعتقد والشعر ده كان مضمر جدا لإن هي كانت عاملة قبل كده فرد وحاجات جلات حاجات كانت أذية شعرها جدا جدا تمام السورة اللي بعدها ده الكولاجين ده الكولاجين وطبعا ليه فوات كتير جدا جدا سواء للشعر أو البشرة لإنه أصلا بتقدم السن إنتاج الكولاجين إحنا بيقل مع تقدم السن فإحنا بندخله من بره وبيبقى بيور بس طبعا لازم نتأكد أن المنتج يعني كويس قبل من حطه على بشرتنا أو على الشعر كلمينا بقى عن السورة دي هل دي جلسة تنظيف ولا نتواج دي جلسة نتوياج طبعا واضح جدا الفرق قبل الجلسة وبعد الجلسة فيه تخلص طبعا من الرؤوس السودة وأغلب الناس بيبقوا جايين مخصوص للجلسة دي علشان الرؤوس السودة ولأن الأنف أعلى نقطة في الوجه فبين المشاكل على طول ده مايكرو بليدين طبعا تقنية لسه طلعة جديدة وهي رسم الحاجب شعر شعر بيبقى شكلها طبيعي جدا وبتبقى يعني تقعد فترة قد إيه؟ بتقعد من 6 شهور ل 8 شهور لو ببشرة دهنية لو البشرة مش دهنية ممكن تقعد لسنة تمام السورة اللي بعدها؟ ده بروتين ده بروتين علاجي ودي برضو الفرق بين قبل الجلسة وبعد الجلسة هو واضح جدا مش بحيك حتى صحي ومتعالب لا هو طبعا بيختلف تماما عن البروتين الفرد لأنه أغلب الناس يعني زي ده برضو ده بروتين علاجي أنت بتتخدمي يعني بتاعتهم دي أكتر على البروتين العلاجي؟ أنا بفضله لأنه حتى الصاد إفكت بتاعته أقلب كتير من البروتين الفرد وما بيبقاش قوي على الشعراية وبيعالج مشاكل كتير جدا تمام السورة اللي بعدها؟ برضو ده بروتين علاجي أوكي بعدها؟ دي جلسة ترميم أعتقد دي كانت فيلر وكان شعرها يعني مدمر تماما ودي بعد أول جلسة النتيجة دي بعد أول جلسة الشعراية حتى يعني فيها صحة وشكلها حي جلسة ترميم؟ أوه دي جلسة ترميم تمام سورة اللي بعدها؟ ده فيلر ده أعتقد فيلر وكان برضو ترميم وكانت طبعا السابغة هلكة الشعراية جدا جدا وأنا أفضل استخدم السابغة الزيرو أمونيا علشان ما نوصلش لأنه شعري يبوز واضطر علجه هل بتعملي الجلسة يعني الترميم أو البروتين في نفس الجلسة الاستعبغة؟ لا طبعا لازم يبقى فيه فرق علشان الشعر يرتاح يعني مثلا من يومين لتلاتة ده أفضل وقت لو أنت هتسبغي وتعملي بروتين تمام سورة اللي بعدها ده برضو بنستخدمه ده النخاع أنس الجمع اللي بيستخدم في جلسات الترميم حلوة جدا جدا بيبقى مع زبدة الشية ومع زيود طبيعية على حسب طبعا المشكلة للحالة جاية بيها بنبدأ نعمل تركيبات والجلسات الترميم الطبيعي دي ممتازة وببنى على طول برضو ما فيهاش أي كاميكا السورة دي؟ ده تنظيف عميك برضو ورؤوسه ده ويعني عندك برضو دهون في البشرة النتيجة دي من أول جلسة صحيح كده؟ آه دي من أول جلسة طبعا السورة اللي بعدها؟ دي برضو دي جلسة نطوياج بس بعد ما عملت جلسة نطوياج عملت ليزر ده الفيشال لد اللي كنا منتكلم عنه ونتيجه ما شاء الله في المسام الوسعى واضحة جدا لأنه هو بيشتغل على الهالات أو المسام الوسعى أو الندبات بيبني الفرق على طول ده من أول جلسة الفرق اللي أنا شاهدتها من سورة؟ لا لا ده مش من أول جلسة ده بيبني من ثلاثة لستة جلسة تمام سورة اللي بعدها؟ دي جلسة ترميم برضو أعتقد آه دي ترميم طبيعي بقى اللي هو اللي بقولت عليه مش محطوطة فيها أي نسبة بروتين؟ لا محطوط طبعا كولاجين محطوط كولاجين مع الترميم الطبيعي اللي هو زبدة شاية ونخاء وزيد طبيعية وفيها نسبة كولاجين ودي بتبقى الهدف منها مش إن هي عايزة نسبة فرد هي عايزة تعالج شعرها بنسبة بسيطة جدا للفرد بتعمل ترميم كل قد ايه؟ يعني مثلا كل أسبوعين جلسة الترميم الطبيعي أما الكيميكا العادي كل ستة شهور كمان ده تركيب الرموش وطبعا يعني البنات دلوقتي يعني ما حدش عاد بيستخدم مسكر أغلب الناس بيستسهلوا بقى ويركبوا رموش هل التقنية دي لقيت إقبال عليها يعني إن حد يركب رموش في تلاقي الموضوع صعب وممكن الناس تكون مقلقة لا أبدا جدا يعني يمكن كمان المايكرو أو التوريد زي ما احنا شايفين الرموش اللينا الميكاب الدايم بقى عليه إقبال شديد جدا 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 لإنه نحن بس عشان نقول للناس فيه ناس بتبقى مقلقة وبتبقى حايفة لا أبدا فانتي الموضوع بسيط الموضوع بسيط جدا وما فيش أي وجع ولا أي حاجة وبيبقى طبعا الشغلة على أول طبقات الجلد يعني كأن إنتي يعني دخلك كده فيه خربشة بتحصل حاجة بسيطة جدا وبتدي إفكت جميل وبيريحك بقى من استخدام أي ميكب بالنسبة للتوريد الشفايف بيقعد فترة قديم؟ التوريد بيقعد سبع شهور لأنه طبعا إحنا يعني أكتر مكان ممكن بنتكلم بنأكل كده فبيبدأ اللون يبهد أسرع من أي بيرنانت ميكب تاني في الوجه تمام وبالنسبة للتركيب الرموش بيقعد قديم؟ الرموش تلات شهور تلات شهور فيه سور معنا ولا دي آخر صورة؟ ده برضو نطويج دي آخر صورة معنا خلينا بقى نرجع لك تاني ونتكلم بالتفصيل عن جلسات الترميم والبروتين تكلمين عن جلسات الترميم بتكون عبارة عن إيه؟ جلسات الترميم زي ما قلنا يقيمة ترميم طبيعي يقيمة ترميم اللي هو الكيميائي الترميم الطبيعي للناس اللي مش عايزة نسبة فرد هي بس بتعالج تأصيفها يشان تساقط أي انكات المشكلة بس هي مش عايزة أي فرد في الموضوع بنبدأ طبعا نستخدم زبط الشيء الزيوت الخام زي زيت الجوز الهند زيت الزيتون ايا كان نوع الزيت وبنحط فيتامينات وبنبدأ نعمل الجلسة بتبين طبعا من أول جلسة بتشوفي فرق واضع في صحة الشعران دي ما احنا شفنا طبعا في السوق طيب بالنسبة للترميم كم كل؟ الترميم الكيميائي اللي هو الفيلر أو البوتكس أو الكولوجين تكلمين عن كل واحد بقى كده بصي هما هقولك نفس الافكتات أو نفس الشغل هو هو بس هو زيادة عن البروتين بانه فيه احماض امينية اكتر بانه فيه نسبة بروتينات اكتر نسبة زيود طبعية اكتر فبيجيب نتائج افضل من البروتين البروتين بعد فترة اغلب الناس اشتكوا من انه هو لا بيوقع شعرنا اللي طالع بيطلع اسوأ من القديم فالفيلر أو البوتكس أو الكولوجين معالج اكتر من البروتين الفرد ونسبة الفورمالين فيه قليلة جدا 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 قد تصل الى 10% يعني اقصى حاجة 10% على عكس البروتين الفرد بتبقى فيه نسبة فورمالين عالية جدا تمام بس هو ده يعني الترميم أو الفرق بين البروتين والترميم لانه اغلب الناس بيسألوني السؤال ده تمام خلينا نتكلم عن الترميم شوية زي ما انت عن البروتين سوريا فيه ناس كتير جدا زي ما انت قلت بتبلغ تقلق من البروتين بتقول بيسبب تساقط بيسبب هيشان الشعرية بتطلع برضو نشفع مش علاجي هل ده عشان ناس استخدمت نوع بروتين سيء ولا السبب ايه بسي هو بيبقى المشكلة يا اما في المتخصصة اللي بتطبق الشخص اللي انت عملت عنه مش دارس ومش عارف فيا اما مثلا بيبقى درجة المكوى الشعرية مش مستحملاها درجة مكوى عالية جدا فبتبدأ تأذي الشعرية او العيب في المادة نفسها بانه فيه طبعا شركات كتيرة جدا للبروتين وفيه منها الردي وفيه منها الكويس فلو حد طبعا ما عندهش ضمير بيبدأ يجيب ماتيريال او مواد رخيصة جدا وبتبقى نسبة الفورمالين فيها وحشة فهو ده اللي طلع الصمع الوحشة عن البروتين ازاي لو كانت لك اي عميلة مثلا عشان تكون متطمنة تكون لسه اول مرة تعملت معاك ازاي تعرف تفرق هي كعميلة مش متخصصة الفرق ما بين البروتين اللي زيرو فورمالين والبروتين اللي فيه فورمالين اثناء الجلسة نفسها المواد اللي بيبقى فيها فورمالين بتلاقي دخانة كتيرة جدا 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 طلعة ده لو فيه فورمالين اه عينيها كمان بتبدأ تحمر بتبدأ تدمع بتبدأ نفسها مش قادرة تاخد نفسها وده بيبقى من علامات الفورمالين وكمان المادة بتبقى تقيلة جدا وساميكة يعني شبيهة بالبلسم او على عكس البروتين اللي بيبقى نظيف او نسبة الفورمالين فيه قليلة جدا ما فيش اي اعراض من دي خالص ولا بتشمي ريح الدخان ولا مثلا عينيكة وجعك ولا اي حاجة خالص بتبقى بينه واحنا حتى اثناء الجلسة شغالين هي بتبدأ تقول انه لأ يعني انا مش ما شفتش النتيجة دي قبل كده او وانا بعمل بروتين قبل كده حصل كذا كذا فهماني اقصد اقولك فهي الفكرة انه بيبان اثناء الجلسة البروتين النظيف من البروتين اللي لا بالنسبة لبقى الستات الحوامل انت عارفها هما بيبقوا مثلا داخلين على الولايات والكلام دا كله بيبقوا حابين يعملوا برضو شعرهم ويهتموا شعرهم هل متاح للحوامل ولا بيبقى بتمنع الحاجة زي كده لا متاح طبعا بس بعد ما يعدي اول ثلاث شهور بيبقى فيه بروتين خاص بالاطفال وبالحوامل ويبقى امن جدا 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 يعني الناس كتير استعملوه او جربوه عندنا ونزلوا رفيهاتهم على الجروب يعني نزلوا قراءهم عن البروتين على الجروب ومشاء الله يعني كله مبسوط من النتيجة جدا طيب بالنسبة للاطفال بما انت جبتي تيرت الاطفال وحنا دخلنا على مدارس فيه بناك كتير جدا الزغنانة بالذات لو شعرها بحش بتبقى زعلانة جدا هل بالنسبة للاطفال بتستخدمي لهم يعني ترميم وفيه نسبة من البروتين ولا بتستخدمي بروتين فقط انا بفضل يعني لو حتى جات الامة ومعاها البنوطة ونفسيتها متضمرة جدا من شكل شعرها وكده ما بنلجأش للبروتين دايرك لا لازم الاول يعني لو انا معرفتش اقنحها وهي كده كويسة وانه هي كده حلوم وشعرها جميل بنبدأ نعمل جلسات ترميم طبيعي الاول قبل ما نبدأ ان احنا نتطرق لاي كيميكا انا بفضل دا ان احنا نلجأ للحاجات الطبيعية الاول والله ما فيش بقى خلاص والموضوع يعني مش نافع وشعرها سيء جدا بيبقى بروتين بس لازم عند حد متخصص ومادة نظيفة جدا جدا لانك لو عملت لها اي مادة هتحكمي عليها بقى عبرها انها تفضل تعمل بروتين وخلاص شعرها تحرق وما بقاش نافع يعني ما شاء الله اكيد كل اللي بيشوفونا استفادوا منك حابة تقولي حاجة قبل ما نختم حلقتنا تقولي نصيحة بقى للبنات اللي هما بيستغنموا حاجات غلطة على وشهم وحاجات غلطة على شعرهم صحيح قبل ما نختم حلقتنا المفروض طبعا نشرب مياه كتير جدا سواء للبشرة او للشعر فهي مفيدة جدا بلاش الكوزماتيكس الرخيصة وبالذات اللي بتتحط على الوش على طول يعني نستخدم سان بلوك نحافظ على بشرتنا على قد ما نقدر لانه يعني الحاجة اللي بقبوز ايا كان اللي بيحصل ما بينفعش وترجع تاني فبس نورتين يا لما ربنا يخليك انا كنت سعيدة بقبوزك معنا واكيد كل اللي بيشوفونا استفاد من حلقة النهاردة وطبعا لو اي حد عنده استفسارات او حاجة حصة بالبشرة بالشعر اما لما مش هتخبخل عليكم اي حاجة عن طريق الاركامل اللي تظهر معنا على الشاشة هتقدروا تسألوها في كل اللي انتوا عايزينه وبكده تكون خلصت حلقتنا استنونا الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج مرايتي